في لبنان تستمر الأزمة وتزداد حدة فقد سجلت الليرة اللبنانية انهيارا غير مسبوق مقابل الدولار بعد أن سجل الأخير سعرا للصرف وصل إلى عشرة ألاف ليرة لبنانية ويأتي هذا الانهيار في الأسبوع الذي تنتهي فيه المهلة التي أعطاها المصرف المركزي للمصارف التجارية لزيادة رأس مالها وتأمين السيولة الخارجية ويقول خبراء أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة سببه تهافت المصارف التجارية على شرائه من السوق السوداء معنا من بيروت مرسلتنا دارين الحلوي انهيار آخر لليرة كيف يبدو الوضع الاقتصادي بعد هذه الانتكاسة طبعا هذا الأمر كان متوقعا فضيل في ظل انعدام أي سياسة اقتصادية تخفف من وطأة هذا السقوط الحر الذي وصفه أكثر من مصدر دولي لما يحصل في لبنان لليرة اللبنانية هناك احتجاجات شعبية تجري في هذا الأثناء في بيروت طريق المطار في مناطق وبلدات عدة في البقاع اللبناني بالإضافة إلى شمال لبنان احتجاجا على هذا الانهيار الكبير الذي لا يبدو أنه سيكون مضبوطا بأي سقف طالما أن هناك صمت رسمي ربما كان متوقعا لكنه تجاوز كل التوقعات طبعا أحد الأسباب التي ذكرتها تعود إلى المهلة التي وضعها مصرف لبنان لأن تزيد المصارف من رأسمالها ومدد هذه المهلة لكن الأمر الآخر أيضا مرتبط بعدم وجود السيولة بالعملة الأمريكية بالإضافة إلى عامل يعود إلى الفتح التدريجي للبلاد بعد إغلاق مدامة أكثر من شهر وهذا الأمر دفع بالتجار إلى اللجوء أيضا إلى السوق السوداء لشراء الدولار وتأمين ثمن مشترياتهم طالما كما هو معلوم هذا البلد يعتاش على الاستهلاك المستورد بالتالي الحاجة إلى الدولار ستكون كبيرة في الأيام المقبلة لأنه تراجعت نسبة الاستهلاك خلال فترة الأقفال والأسواق ستحتاج إلى تموين وإمداد في الأيام والأسابيع المقبلة وهذا الأمر سيأثر بشكل سلبي على انهيار الليرة اللبنانية طبعا هناك عدد من الخبراء الاقتصاديين يقولون أنه من المستغرب في ظل هذه الأوضاع المالية أن يكون فقط سعر صرف الدولار 10 ألاف ليرة لبنانية في حين أن المتوقع أن تكون أكثر من ذلك بكثير ربما هناك حديث عن بعض الأجهزة النقدية الرسمية التي تسعى من حين إلى آخر إلى رفض هذه الأسواق المالية السوداء بالدولار اللبناني ليتم تجميد أو تهدئة الانهيار الكبير في العملة اللبنانية طبعا نتوقع أن الساعات المقبلة ستكون ساعات من الاحتجاجات الشعبية التي لا يمكن الحديث لا عن مساحتها ولا رقعتها الجغرافية ولا سقفها شكرا لك دارين الحلو في بيروت